تعمل كده لان انت بتبتد الموسم ب 11 لعيب وعندك في لعيبة بودلاء تمام ممكن يبقى البودلاء يبقى أساسين زي ما حصل محمد عبدالقادر كده يخش يلعب ماتش في الثاني في الثالث يبقى لعيب أساسي تريح حد وتنزل حد تاني لكن صعب جدا 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 انك انت تغير نص فرقة عشان عشان عندك اجهاد صعب صعب جدا وبالتالي الموضوع ده اعتقد انه في المباراة اللي جاية لمحل له من الكلام لا حدش يقولي مجهدين لا لا خالص يعني انت عندك الماتش الجمعة اه طبعا خد بالك ده ماتش بالنسبة لك هو ده ماتش الصعود من وجهة نظري انت لو انت تكسب المريخ ان شاء الله يبعدك او هناك نعتني يتعادل او يتغلب الهلال خلاص التوصيل لو نفترض حتى الهلال كسب نفترض وانت كسبت المريخ انت عندك التعادل اعتقد يوصلك يعني فانت النهاردة ماتش اللي جاي ماتش المريخ هو الماتش الاصعب بالنسبة لك هو الماتش الاصعب والاسهل في نفس الوقت يعني انت كسبت المريخ خلاص وعرفت انخوات الضعف اللي موجودة عندهم فرقة حجوميا جايدة دفاعيا سيئة جدا جدا انت مرات المريخ اعتقد لو كان في توفيق هنا في مصر في المباراة الاولى كموك تكسب ماتش 4-5 انت مضاع 5-6 فرص حقيقية مضايحوا في مرات المريخ هم سجلوا هده فين قدروا رجعوا في الماتش وقدرت انت برضه تسجل هدف ثالث وكموك تسجل هدف ربع لكن هو الماتش فعلا ماتش صعب دايما ماتشات الصعود بتبقى ماتشات صعبة وماتشاتنا مع الهلال دايما او المريخ بتبقى مع الهيلدر بي بتبقى قوية جدا مهما كان اه طبع انا معاك يعني احنا كابلنا علي على المريخ انا بشوف ان المريخ من من تطور بشكل كبير جدا عن السنة اللي فتت يعني ما كنا باللعب مع الراجل ده تطور بشكل كبير بقى له شكل في الملعب هجوميا بقى فريق جيد منظم بيرعب كرة كتبقى اخد بالك بتاسم كرته حلو قوي يعني اللعيبة بتلاقي بعضها في الملعب فيه تنظيم في الملعب بلعب كرة على الارض ما بيعتمدوش على القوة المفرطة زي ما احنا كنا منشوف السنوات اللي فتت او حتى الموسم الماضي لا السنة دي لا فرت كرة يعني فرت كرة يعني ماتشنا معاهم ما كانش ماتش اللي فيه عنف او بيتميز بالعنف لا كان ماتش كرة هما بلعب كرة كويسة والنادي اللي بلعب كرة كويسة الماتش طلع شكله حلو قوي قدرنا ان احنا نكسب المريخ ثلاثة اثنين يعني مباراة صعبة لانهم فرقة كوي يعني عندها برضو عندهم لعقبة تنية عالية جدا وعندهم لعيبة عندهم سرعات في الخط في الخط الامامي وعندهم لعبة اثنين لعبة مميزين الاثنين اللي هم بشعر طويل دول اثنين مميزين جدا واحد بلعب ميت فلدر والتاني بلعب تحت رأس الحربة ني مميزين جدا فهم فرقة يعني فرقة جيدة من وجهة ناظر يعني تتعب تتعب تمام من ناحية اللجومية يتعبوك شوي من ناحية اللجومية لكن من ناحية الدفاية اعتقد من وجهة ناظري لو قدرنا نستغل الضعف في الضعف اللي في الخط الدفاع عندهم ممكن نكسب المباراة دي بسهولة جدا وتخرج في حتة تانية يعني ماتش ماتش المريخ بعد الهدفين لو سجلنا الهدف التالت كان ماتش رح في حتة تانية خالص كنت ممكن تروح الاربعة وخمسة والمدش يروح في حتة تانية خالص لو كنت سجلت الهدف الفرص اللي ضاعت بعد الهدف التاني طيب احنا من النقل ازاي بقى موسيمان يبص للمباراة دي ازاي بمعنى انت بتقول ان ما فيش تغييرات كتيرة بتحصل ولا كذا ولا كذا ولكن هو مطالب ان هو يكسب هذه المباراة بصك بتساني هو الاول يعني انا بشوف ان فيه يعني تغيير كبير في طرق اللعب عند موسيمان مرة 3-4-3 مرة 4-2-3-1 مرة 4-3-3 يعني فيه تغييرات كتيرة بتحصل في الخطة بتاعتك الطبيع جدا يعني مستر موسيماني هو المفترض يعني شوف يلعب ان الخطة المناسبة بالنسبة مستر موسيماني هل 4-3-2-1 اللي بيعتمد فيها على مجد افشا كبليميكر وديه الطريقة الانسب من وجهة نظري في الوقت الحالي انك تلعب عشان تستعين يعني تستفيد بامكانيات مجد يعني افشا عشان تستفيد بقدرات وامكانياته لازم يلعب عشرة يعني النهاردة لما بتعب 4-4-2-3-1 او 3-4-3 برضو هو لما بيلعب وينج ما بتقدرش تستفيد بشكل جواسي 3-4-3 ما هي نفس القصة ما هي نفس اما انا بقول لك يعني 4-3-3 او 3-4-3 هو نفس هي نفس الشكل الهجومي انا بكلم عن ناحية لجومية نفس الشكل دفاعي مختلف شوية لكن الشكل الهجومي تمام يعني هو هو نفس الشكل فانت النهاردة عشان تستفيد من محمد مجد افشا لازم يلعب رقم عشرة دي المكان اللي بيقدر يبدع فيه المباراة القابلة اللي فاتت مباراة الدوري فاركو اعتقد هو ابدع في المباراة دي مباراة بيرميدز برضو ابدع في مباراة بيرميدز لعيب عنده امكانات وقدر بيقدر وصلك لجل بسهولة جدا بيقدر يسجل اهداف تمام له دور كبير جدا في الاستحواز الايجابي بالنسبة لفرقة النادي الاهلي فالنهاردة لازم مستر المسلماني رقم واحد يبقى هلعب هلعب ازاي باني طريقة باني شكل الاسلوب والسطايل اللي يلاسب لعيب النادي الاهلي اللي تقدر تضغط به على فرقة المريخ اربعة اثنين اثنين تلاتة واحد دي من وجهة نظر الشخصية دي الطريقة الامسل بالنسبة للنادي الاهلي عبدالقادر بالضبط ومجدي افشا في النص ولعب يعني بيرستاو لو جاهز طبعا احسن الشحاية نحت اليمين ولعب محمد شريف ونلعب بالشكل الهجومي ده في نص ملعب الاثنين من الميدفيلدرز يختار مثلا معان عندك اختيارات كتير بين ديانجو والسولية وحمدي فاتحي والسولية اي واحد فيه ممكن يعني اي واحد من ديانجو وحمدي فاتحي كنت بفضل انا في الماتشات اللي بقى فيها ضغط بحب انا يبقى ديانجو اللي موجود في الحتة دي عشانه لعيب يعني عنده صفحة عرض تحول كتير بيعرف يضغط من نص ملعب